أول إيش مبروك فيلمك الأول حلو، الواحد يكون في عنده مثلاً حلم معين يقرر أن يخوض تجربة معينة يقرر أن يعمل فيلم وإنت في عندك خلفية معينة في التمثيل أيضاً في مجموعة من البرامج والمسلسلات فحكي لنا قصة الفيلم يعني كيف طلعت معاك وكيف اشتغلته الأول يعني أنا حبيت أفوت بتجربة الإخراج يعني لأني بعد ما أنا معاي أصلاً بكالوريوس بيزنس وبعدين حبيت أفوت يعني أخذ بلوم إخراج بعد إياه حبيت أفوت في المجال ها براف فحكيت أجرب هاي التجربة فطلعت معي الفكرة أنه إيش ممكن نسلط الضوء على إشي بشكل جديد يعني إشي كتير نحكي عنه بس أنا بدي أعمله بشكل جديد فحبت صلط الضوء على المرأة ومن إيش بتعاني المرأة القروية بالذات وهي وبعدين يعني نزلت مهرجانات فحكيت إنها إنه ممكن أكسب إشي بس مكنتش بتوقع صراح لأنه كان حتى في مهرجان عمان هون لما أخذ جائزة أفضل فيلم كان نازل قدامي أفلام بتخوف يعني إنتاجها بضخم وأنا شو أنا عامله كله هذا كامل من أي تزد فبعدين لما هيك حصلت على جوائز وهيك انبسطت برافو برافو عليك الفيلم شارك بأربع مهرجانات أربع مهرجانات منها في سنغافورة كمان مظبوط وأخذ جائزة فيلم الشهر في سنغافورة كيف حسيت تجاه هذا؟ ما كنتش بتوقع صراح إن صدمة إنه واو يعني التخمت هيك إنه يا سلام أنا كنتش بتوقع يعني من الأول أول ما عملته قلت مستحيل يجيب جوائز أنا بس عامله هيك يعني عشان أجرب حالي بهذا المجال بس بناي الحمد لله يعني الحمد لله حسيت إنه التعب والمجهود اللي كان مروح بهذا العمل ما راح الحمد لله إنه ما راح الحمد لله إذن إحنا سعيدين أكيد بوجودك معنا وحبين كمان نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا الفيلم إيش لقيت مشاكل بتعاني وبتواجهها المرأة اللي بتعيش في القرى يعني شفنا يمكن في واحدة من المشاكل مبدئيا من خلال هذا المقطع لصغير من الفيلم بإنه هي بدت حابة تروح تنطلق من القرية العايشة فيها تروح على العاصمة عمان لحتى تبدأ شغل ويمكن أول يعني هيك شغلة واجهتها في قرية الفيلم هي هاي الفتاة آآ بتحاول من زمان وهي صغيرة كانت تحلم نها تسوق باسكالات تروح فيها على المدرسة وبالقرية صعب هذا الإيش يعني بيقرة بيقول لك إيه بنت تسوق باسكالات وهذا بالفيلم نحكي التفاصيل فبا وأخوها هو نفسه نفسه اللي ساعدها إنها تسوق باسكالات وتشجعها ومش عارف شو تروح على القرية فلما صارتها تشتغل هي متأملة في أخوها إنه هو كمان يساعدها زي ما ساعدها زمان نتسوق باسكالات بس هو كان خايف من كلام الناس فهو أنت صليت الضوء أنت يعني امشي يعني أنت لما تكون توقف وراء حلم حدا بعائلتك خصوصا المرأة يعني عنا شوي هون صعب تروح وتيجي وهي إذا ما كان في حدا جنبها تمام خصوصا المرأة القروية يعني عشان هيك صلتنا الضوء على هذا الإشي فهي كان حلمها بس حلم بسيط إنه تشتغل من القرية تروح على العمان عشان تقدر تشتغل فبالنهاية هو أقوها بوقف ضده عشان نحكي الناس وخايف من كلام الناس ومش عارف إيش وكيف تنام بره لحالها بعمان وهم سكنين بقرية بس بالنهاية بتفهم هو الموضوع وتشتغل إحنا ما قمنا نحرق فكرة الفين عشان تضلها يعني موجودة في أذهان المشاهدين بأنه بس إنه هذا الفين فيلم فتاة عم بيركز على مشاكل يمكن بتواجهها المرأة اللي عايشها المرأة القروية خصوصا لأنه ما تصلت الضوء صراحة عليها بالذات نعم طب أديب أنت كانت فكرتك أنك تجرب حالك في هذا المجال كيف شفت التجربة يعني خليني نحكي لا تجربة حلوة انتاجيا وإخراجيا كمان فنيا يعني ألا فيه حدا ساعدني أنا بحب أشكره طبعا هو الدكتور محمد خميس ساعدني كتير بشغلات كتير يعني بالسيناريو بالإخراج بالهيك طبعا فيه شباب وقفوا معي كتير شباب صحابي منهم صاحبي فيه صديقي حمزة ربيا ومطسم الخليلي وكذا حدا وفيه سلام مصطفى كمان هذول وقفوا معي هم كلهم شغلين بالمجال مدرأة إنتاج أو معدين أو ساعدوك ساعدوني ووقفوا معي مية بالمية فالحمد لله طلع فيه نتيجة حلوة بالنهاية الحمد لله هذه تجربتك الأولى فيه الإخراج ولكن أنت من زمان بتكتب وبتمثل وفيه لك مشاركات عديدة طيب إذا هاي لوين أنت شايف حالك لبعدين يعني حبيت موضوع الإخراج ولا بتفضل إنك تظل فرضا كاتب أو ممثل بشكل أكبر لا أنا حبيته موضوع الإخراج هلا بعرفش ده وحبني ولا لا وسأنا تمام إنه حبيت الموضوع وبعرفش إيش ممكن الظروف هلا فيه بروجيكت كمان الفترة الجاي برضو إخراج بس فإن شاء الله أنه يعني أكون أقدر أعمل إشي فيه بس أنا بخاف مرة يعني شيء بحالي بالتمثيل مش خايف بقدر أعمل أطلع شغلات كتير بس بالإخراج يعني ها لسه أنه نعم يعني هي التجارب بدها يعني وجوز كبيرات تبني على بعض نرجع شوي للتمثيل يعني فيه مجموعة عمال مهمة كانت مثلاً وطن على وتر من العمال المهمة كمان واللي ضربت في الوطن العربي حالياً في حضور لموكب الغياب يعني عم بينشغل حالياً قهوة الحرية شوفنا كمان على رؤية برنامج فالنتاين كان إلك على خربيش فيلم تفاوض الكوري فيلم جيلاتين المصري ومسرحية فتفضائي وسلالم يعقوب بتجارب كتير مختلفة من كوميدي يعني دراما مختلفة التجارب شو جمعت من هاي التجارب شو في محطات مثلاً أنه أثرت فيك لا والله في خبرات كتير أخذها الواحد يعني صار يعرف كيف يتعامل مع كثير ظروف بعد ذلك لما تشتغل مع كذا حدا خصوصاً أنت يعني بتسقي الموابتك صح مية بالمية أنا اشتغلت بمصر مثلاً وهي يعني فيه نقطة هاي بس حاب بحكي فيها فيه فرق بين المخرج صراحة المصري أو السوري والأردني مش مش هاي أنه هناك عم بيحاولوا يعملوا نجم هاي من المشاكل اللي بتواجهنا خصوصاً بالتمثيل بيحاولوا يعملوا كيف يطلعوا نجم هون شوية الموضوع مختلف يعني فيه تجربة إلي مع محمد زهير رجب هو مخرج سوري وبوجه له طبعاً تحية أجى من سوريا هون عم بيعمل بحضر مسلسل فحكى بدي يشوفني فحشافني وهيك ودعمني كثير يعني 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 وصل محمد زهير رجب بقدره أنه يحكي لي أنت ممثل منيح وشاطر فهي كانت بسبب إلي إشي بجنن يعني وهذا الإشي بدعمك لما تكون أنت تجارب مختلفة مع كذا هذا أنت بتعرف كيف تتعامل في كل مرة حلو نعم إذن شكراً لوجودك معنا سعيدين بوجودك ومنتمنى لك أكيد كل التوفيق ولهذا الفيلم والأفلام الثانية إن شاء الله منشوفك بأماكن ويعني مهرجانات عالمية أيضاً إذن شكراً لوجودك معنا مخرج وكاتب وممثل أيضاً أديب دعسان